تنضم إلي من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل ليلة إذن أبرز النقاط التي جاء بها بيان المؤتمر الصحفي للجيش حول عمليات التمشيط الخاصة بانفجار مرفأ بيروت يعني الجيش اللبناني أعلن بداية أنه خلال 15 يوما سيتم الانتهاء من عملية مسح الأضرار الكاملة لمنطقة بيروت ولجميع المناطق التي تعرضت للضرر في منطقة بيروت هناك أيضا أعلن أنه تم تقسيم كامل العاصمة إلى 188 منطقة والتعاون الذي يجري مع الجمعيات على الأرض والتي وصل عددها حتى اليوم إلى 328 جمعية تعمل مع الجيش اللبناني وتنصق معه على الأرض يقوم الجيش اللبناني بتوزيع هذه الجمعيات طبقا لاختصاصها أو العمليات أو التبرعات التي تريد أن تقدمها ويقوم بتقسيمها حسب اختصاصه على هذه المناطق المائة وثماني وثمانين أيضا الجيش اللبناني أعلن أنه تم توزيع أكثر من 43 ألف حصة غذائية أيضا أنه 55% من المساعدات التي وصلت إلى لبنان وزع الجيش اللبناني وال50% الأخرى وزعتها السفرات المعنية على الجمعيات أيضا قال الجيش اللبناني أنه 68% من نسبة كل المساعدات التي وصلت إلى لبنان هي عبارة عن معدات طبية أدوية ولقاحات أيضا الجيش اللبناني قال بأنه كل الجمعيات التي لديها ترقيص أو حتى مجموعات من المتطوعين اليوم تعمل تحت رعاية أو بالتنصيق مع الجيش اللبناني في المناطق وأيضا أعلن كما ذكرت أنه هناك سبع مفقودين لا يزالون لا تزال عمليات البحث مستمرة وأيضا قال بأنه هنا غرفة العمليات التي أسسها الجيش اللبناني عقب الانفجار تتلقى الاتصالات اليومية وهي مستعدة لمساعدة أي شخص يطلب المساعدة شكرا جزيلا لك ليلى خليل مراسلة الغد من بيروت شكرا جزيلا لك